موسيقى موسيقى بالنسبة للناقشنا في الجلسة دي كلمنا على التحديات اللي بتوجيهها أفريقيا في مجال تغير المناخ ولكن أوجدنا الحلول بالتم إنجازاته في مؤتمر أطراف المناخ كاب 27 بنسبة للتموين ودي أهم الحاجات بنسبة للتحديات لأفريقيا مهتم جدا وشغف جدا بخصوص مشكلات المناخ وأنا أعمل كوكيل أو عميل في هذه المهمات في أفريقيا كان قررنا مهمتنا اليوم هي لوضع الضوء على المشاكل في أفريقيا وتحديدا على مشكلة الطاقة لدينا مشروعات إنني أعمل في أفريقيا لأنني يوجد لدينا مشروعات في كينيا وغانا ومالي أيضا نعم إنها منظمة أعمال فيها ويغانا ومالي ونحن نطلق مبدأ جديد لمشكلة تغير المناخ وعندما نريد رؤية منظور جديدة من مشكلة تغير المناخ وعن الحلول الأفريقية لهذه الأزمة أعتقد أنه من المهم جدا من وجهة نظري هو التدخل المالي أفريقيا تريد التدخل المادي والمالي والتمويل نحن مبتهجون جدا بالنسبة للمشيء إلى هنا ولمحاولة حل مشاكل المناخ ومبادرة سوق الكربون والمبادرات الأخرى في نايروبيا والكثير من مبادرات كلها هؤلاء هي أدوات للحل ولفتح المشكلة التمويل وسنستطيع من خلالها أن يأخذون خطوة فعالة في حل مشكلة تغير المناخ كنا بنحاول أن نتكلم عن الكوب يعني جبن أنه يتسان أفريقيا كوب ودولة أفريقية مصر هي مستضيفة الكوب فكنا بنتكلم على إيه التطورات اللي حصلت في الأسبوع اللي فات وإيه اللي هيحصل في الكام يوم اللي جايين اتكلمنا على إن الكوب دوت مفروض الشعار بتاعه انتقال من التعاهدات إلى التنفيذ فقعدنا نتكلم شوية برضو على التحديات اللي بتواجه الكورة الأفريقية 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 ترجمة نانسي قنقر